كل شيء يبتسم ويتوهج فرحا بقدومك كل شيء ينمق عبارات الترهيب ويصوه كلمات الحب لوجودك كل شيء ينتظر مشاركتك الفعالة وكلماتك الرائعة وإبداعاتك كل شيء يرد حياك الله وفدك المرافق نزلتم أهلا ووطأتم سهلا وشرفتمونا أتوجه إليك بالشكر الجزيل بهذه الزيارة المباركة وكان لي الشرف الكبير أن أشارككم فعالياتكم بالاشتفال بيوم الأرض الخالد وهجمة اليمينة لم تهز شارة صغيرة من أصغر أنام تعلمنا منكم البطولة والعنفوانة وإن رأسنا يجب أن تبقى شامخة في عنان السماء موت ولا ركوع ولا استسلام ولا خنو وأود في هذه المناسبة أن أشكر بلدية سخنين ورئيسها ماذي الغنايم ونوابه الأفاضل وعزيز قلبي الدكتور غزال أبو ري وأعضاء البلدية وأعضاء اللجنة الشعبية والوسط العربي برمته عندما هبوا للدفاع عني وعن كتاب الله وعن كتاب الله وعنك يا دكتور إحمد العربي حيث عقدوا مؤتمرا صحفيا عبروا فيه عن امتعاضهم واستنكارهم ووقفوا وقفة مشرفة ترفع الرأس عاليا في عنان السماء فأشكرهم الشكر الجزيل وأقول لجميعهم ولو قالني أوتيت كل بلاغة وأفنيت بحر النطق في النظم والنثري لما كنت بعض القول إلا مقصرا ومعترفا بالعجز عن واجب الشكر إلى العنصريين الحاقدين أقول لهم يا جبل ما يزكريه وأقول كما قال شاعرنا سميل القاصر لن تكسروا أعماقنا لن تازموا أشواقنا نحن القضاء المبرمون والسلام عليكم ورحمة الله أقدم لكم ثلاث أبيات شعر ثلاث أبيات شعر لشعر شعر كبير راشد حسين سنفهم الصخر إن لم يفهم البشر إن الشروب إذا هبت ستنتصر مهما سمعتم من النيران نخمدها ألم تروا أننا من لفها السمر ولو قديتم ولو قديتم على الثوار كلهم تمرد الشيخ والعكاز والحجر والآن أقدم لكم قصيدة فلسطيني للشاعر هارون هاشم الرشيد فلسطيني أنا اسمي فلسطيني نقشت اسمي على كل الميادين بخط فارث يسمو على كل العناوين هروف اسمي تلاحقني تعايشني تغذيني تبث النار في رؤي وتنبض في شرائيني جبال النعر تعرفني مغاورها وتدريني بذلت الطاقة الكبرى وقلت لأمتي كوني صلاة الدين في أعماق أعماق يناديني وكل عروبتي للسأر للتحرير تدعوني ورايات التي دلت على ربوات حطيني وأطفالي هناك هناك في أمر الرياحيني وصوت مؤذن الأقصى وصوت مؤذن الأقصى يويب بنا أغيثوني والاف من الأسرى والاف المساجين تنادي الأمة الكبرى وتهتف بالملايين تقول لهم إلى القدس إلى القدس إلى قبلة الدين وترفع في سماء الكون أعلى مفلسطيني وتهدر كلمة طنبي فلسطيني 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 ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة